استكثر من الحسنات مهما استطعت فإن النتيجة مرهونة بعد رحمة الله عز وجل بنتيجة الوزن فأكثر من الحسنات ما استطعت واحرص على الحسنات التي تثقل أكثر من غيرها في الوزن فإن من الحسنات ما له أثر أعظم من غيره في ثقل الميزان ومن ذلك تحقيق التوحيد وقول كلمة التوحيد بصدق ويقين وإخلاص كما يدل على هذا حديث البطاقة وهو معلوم عندكم كذلك الحمد لله قولا يتطابق فيه اللسان والقلب قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان كذلك إحسان الخلق ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن كذلك قول أو كذلك ما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده كذلك قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان إلى آخر ما هنالك ترجمة نانسي قنقر